تحتفل الأمة الموريطانية في الثامن والعشرين من نوفمبر من كل عام بيومها الوطني لاستقلال لتحيي بذلك استقلالها الواحدة والستين هذا العام في احتفاليات عامة بالبلاد استقلال الشقيقة موريطانية كانت عزيزا لانتصارها على المستعمر الفرنسي عام تسعة وخمسين بعد استفتاء عام الجزائر كانت أول من اعترف بكفاح ونضال الشعب الموريطاني بقيادة مختار ولد الدادة لكن المفارقة أن جارتها المغرب لم تعترف بها إلا بعد عشر سنوات كاملة من استغلالها بعد نزاع طويل على الحدود بينهما المخيال المغربي أن المغرب إمبراطورية تمتد حتى نهر السينيغال وتشمل طبعا أجزاء من الجزائر تشمل احتلال الصحراء الغربية كلها وموريطانيا في تاريخها هذا كان شاهد عليه بالنسبة للمغرب لم يعترف بموريطانيا حتى تسعة وستين أي بعد تسع سنوات من استقلال موريطانيا والمعارق كان المغرب وبمساعدة الجزائر دخلت موريطانيا إلى الجامعة العربية بالمقابل من ذلك كشف تصريح خطير لمستشار الأمن القومي والديبلوماسي الأمريكي السابق في عهد ترومب جون بولتون أنه تفاجأ بوجود خريطة غريبة في مكتب الملك المغربي محمد السادس خلال زيارة قادته لمراكش نهاية التسعينات وقال الدبلوماسي الأمريكي أنه تفاجأ خلال اجتماع في مكتبه بمراكش برؤية خريطة تضم النصف الغربية من الصحراء الجزائرية وجزءا كبيرا من موريطانيا الأطماع التوسعية لم تختفي يوما وكان دافعها الأساسي هو أن المحمية الفرنسية التي هي المغرب كانت دائما تطمع من خلالها فرنسا أن تتحكم في غرب إفريقيا أيضا النظام المغربي يريد من خلال هذا التوسع أن يصدر أزماته ويحافظ خاصة بعد محاولات الإنقلابية أن يتوسع ويتمشكل مع كل دول جوار الصحراء الغربية موريطانيا والجزائر تخبطات المغرب وعرض عضلاتها الاحتلالية على جارتيها الجزائر وموريطانيا أصبحت ظاهرة وجلية عبر إشعالها لعديد الأزمات بالمنطقة آخرها الهجوم على قافلة جزائرية بالاتجاه قتل فيها ثلاث جزائريين إضافة لـ 11 صحراويا بممر الكركرات هذه التخبطات لا شك أنها لن تمردون رد وهو ما جعلها تستقوي بعدو أجنبي وتتماهى في احتضانه ولا شك سيكون احتضانه لها كالأفعى التي تحتضن فريست